تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية طبعا كما عودناكم من خلال هذا البرنامج نتطرق إلى مواضيع في مجال العقار والبحث عن الحلول أيضا نتناول في عدد اليوم موضوع مهم جدا يهمكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام وهو رخصة البناء ومدى تطبيق هذه القوانين في أرض الواقع وحماية حق الأفراد في الحصول على رخص البناء ومحاولة إضافة الجديد في هذا البرنامج ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة على يميني الأستاذ كديد محمد هاني أستاذ في قانون الإدارة والمالية أهلا وسهلا بك أستاذ أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم وبكل متتبعي قناة الوطنية وكذلك نشكر قناة الوطنية على هذه الدعوة من أجل التوضيح في هذه النقطة التي تهم كل المواطنين شكرا جزيلا لك مرة ثانية على تلبية الدعوة وأسعد أيضا مشاهدنا الكرام باستضافة الأستاذ نوردين بن فطة نائب رئيس بلدية بشجراح ومهندس معمري علي صاري أهلا وسهلا بك أستاذ أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة بارك الله فيكم خاصة لنا هذا الموضوع يعني اللي رح إن شاء الله نفيده الناس للمشاهدين تقناة الوطنية شكرا جزيلا لك مرة ثانية أستاذ على تلبية الدعوة إذن مشاهدنا الكرام كما عودناكم من خلال هذا البرنامج لكل انشغالاتكم واهتماماتكم واستفساراتكم مع عليكم سوى الاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن في خدمتكم دائما والآن أدعوكم وأدعو ضيوفي في البرنامج لمتابعة أخبار السكن ثم ناوت أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى أخبار السكن في المستهل تفقد وزير السكن والعمراني والمدينة محمد طارق بالعريبي القطبة العمرانية الجديد خلال زيارة عمل قادته لولاية المنعة رفقة السلطات الولائية لذات الولاية حاسق الراء الذي يضم 1700 مسكن من مختلف السياغ السكنية كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تهيئة السكنات وتوفير مختلف المرافق الضرورية بما يسمح بتسليم السكنات بذات القطب في أقرب الأجال الممكنة كما أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 60 مسكن عمومي إيجاري جرت عملية ترحي 30 عائلة كانت تقيم ببنايات هشة في بلدية عين الحجر بولاية سعيدة إلى سكنات جديدة حسب رئيس المجلس الشعبي بوطابا مختار وأوضح أن الدولة تسعى للقضاء على السكن الهش استفادت عائلات من ولاية ورغلا على نحو 1239 عائلة خلال عملية التوزيع الأخيرة من سكنات بمختلف السياغ منها 704 سكن ريفي و309 تجزئات اجتماعية و126 سكنا عمومي إيجاري تم تسليم المفاتيح للمستفيدين منها ومئات مسكن عمومي إيجاري يرتقب أن يتم في نهاية ثلاثية الأول من عام 2023 استلام منطقة صناعية البلارة الواقعة ببلدية مليلة حسب ما أكد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبداللطيف بودربالة وتتربع على مساحة 523 هكتارا وتحذيرها لاستقضاء بالمشاريع الاستثمارية إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية أخبار السكن إلى اللقاء ومن أخبار السكن مشاهدين الكرام الآن نتابع الروبرتاج الذي أعدته لنا الزميلة نور الهدى خطار حول رخصة البناء في الجزائر بين القانون والتطبيق نتابع صويا تعد رخصة البناء بمثابة القرار الإداري الذي يتضمن الترخيص بالقيام بأعمال البناء والتشييد لكن عند نزولنا إلى الواقع الجزائري وقفنا على شكاوي المواطنين بخصوص طول مدة التسليم وبعض الإجراءات البيروقراطية خلال تقديمهم لطلب الرخصة رئيس بلدية بشج الراح بالمقابل أكد أن مصالح البلدية تسعى لتسهيل مهمة الحصول على الرخصة في مدة لا تتعدى الخمسة عشر يوما نحن في بلدية برجة لا نعلم ما في الرخص البناء أو الماكسيما مكان جور يدفع الدوصة إذا كان قانون يدعي الرخصة في مدة أقصى حد 15 يوم إذا قدم دوصة قانون ما كان حتى إشكاله هنا نكتبه له ونكتبه له بالرفض والمؤجل ونعطيه له الأسباب حتى يرغل المشاكل اللي عنده يعني بش يدي رخصة البناء كي يقدم قال لي بابيتا ويدي هم مكر حتى إشكاله شباك موحد أيضا من أهم القرارات التي تسهل على المواطنة الحصول على هذه الرخصة شباك الوحيد هذا وشنهما؟ يترأسه رئيس المسجد الشاب البلدي وفيها أعضاء أعضاء دائمين لكل واحد ليمد الرأي تا الأعضاء الدائمين هذو شكنهما؟ فيها رئيس قسم رئيس قسم العمران رئيس قسم الأشغال العمومية رئيس قسم الموارد المائية المحافظ العقاري وممثل مديرية الأملاك الدول يجتمعوا احنا طبعا اجتمعوا تقريبا شاك كنز الجهور ولا كي تقتضي الحاجة اجتمعوا شاك سهم ليبقى السؤال المطروح في هذه المسألة كيف يطبق المواطن شروطا رخصة حتى يصل إلى شهادة المطابقة إذن مشاهدين الكرام تابعنا هذا الرابورتاج الذي أعدته لنا الزميلة نور الهودا خطار حول رخصة البناء في الجزائر بين القانون والتطبيق وأيضا أعود لمناقشة هذا الموضوع مع ضيوفي في البرنامج أبدأ معك الأستاذ كديدي محمد هاني أستاذ في القانون العقاري تابعنا الرابورتاج أستاذ منذ قليل طيب فيما يتعلق برخصة البناء نتحدث عن الوثائق ربما في سؤالي هناك شقين الشق الأول يتعلق بالوثائق ما هي الوثائق المطلوبة لرخصة البناء وما هي شروط الحصول أيضا على رخصة البناء تفضل شكرا أول جدير بالذكر في هذه النقطة بالضبط قبل أن نتطرق إلى ما هي الوثائق المطلوبة القانون 8-15 في مدته الخامسة يلزم ويمنع القيام بتشهيد أي بناية دون الحصول على رخصة يعني أي مواطن يقوم بتشهيد بناية يعتبر بناء فوضوي إذن فلذلك لكل مواطن أراضي القيام بعمل البناء أو أشغال البناء يدفع بطلب رخصة البناء ورخصة البناء يعني الطلب تحامى الملف ليس بالملف الكبير والثقيل قانونا يتطلب ماذا؟ أول شيء أول شيء عقد يثبت ملكية العقار الأرض أو المكان الذي يريد القيام على الأشغال والعقود يعني إما يكون عقد ملكية أو عقد حيازة أو عقد إداري يثبت ملكية الشخص أو حيازة الشخص لذلك المكان أو يتقدم بالطلب موقعا منه هو من طرف المالك أو من طرف موكله بالتوكيل أو كل من له صفة قانونية من أجل التقديم بهذا الطلب وإضافة إلى هذا الملف هناك بعض المخططات الإلزامية اللي يلزمها تلزمها البلدية وكذلك مرجع لرخصة التجزئة تقييم تفصيل الأشغال طريق التزويد بالمياه والكهرباء والصرف الصحي نعم كذلك بالنسبة لمنشآت الصناعية يجب أن يكون فيه قرار للوالي يوضع معه رخصة البناء نعم وأيضا بالنسبة يعني لشروط الحصول على رخصة البناء لو تفصل فيها قليلا شروط الرخصة هنا الشرط الرئيسي نعم أن تكون عنده الملكية وأنه رح يقيم الأشغال في أماكن لا تتنافى مع الشريع العام أو التنظيم العام نعم أي أنه لا يقيم هذا العقار مثلا في مساحة خضراء أو أنه هذه المساحة موني حتى لسونالغاز حتى يمرروا الأنابيب أو لسيال يعني يعني ما يسببش أضرار إلى يعني المحيط اللي يكون فيه و حنا لما نتكلم على الشروط الشروط مقيدة للمنشآت الصناعية والتجارية نعم هنا اللي ينزل القانون ويقيدها خاصة في المحيط المدني أو المدينة الحضرية معانته هنا لازم نجد أنه القانون يقيدها بدقة والتشريع معانته يلزم لأي مستثمر نجل القيام الرجوع إلى القانون التنظيم العام يعني رؤية التفاصيل بدقة حتى لا يقع في الحضر ويمنع من رخصة البناء البناء نعم أستاذ محمد هاني كديدي جيد جدا على كل ما شرحته لنا أود إليك الأستاذ بن فطن نردين نائب رئيس بلدية باش جرح ومهندس معمري كان الأستاذ كديدي محمد هاني فصل في الشروط وأيضا في الوثائق بالنسبة لرخصة البناء طيب أستاذ في هذه النقطة أين يتجه طالب رخصة البناء بالضبط تفضل فيما يخص طالب رخصة البناء كما تفضل الأستاذ أنه الشروط هما أول شرط وأساسي هو الحصول على عقد أنه يكون عقد ملكية وكما قال تفضل الأخ عقد سواء شهادة حيازة ولا عقد إداري بشرط أن يكون مسجل ومشهر هذه واحدة ثانيا أن يكون في مكان حضاري شيء واحد عنده عقد أرض فلاحية يقول لك طالب تأساكن عنده حق وبشرط أنه على شكاين بعد أن لحقوا الأمر هذا أما فيما يخص التوج الإنسان هذا أي يعني وين يسكن ثم عنده الحق يحط طالب رخصة البناء ولا الأرض تأساكن التراب البلدية وين عنده الأرض تأساكن ثم يحط رخصة البناء تأساكن طالب رخصة البناء يعني نفهم أو نوضح للمشاهد أكثر أن رخصة البناء تقدم للبلدية أولا تقدم للبلدية أستاذ لأن الآن المشرع أضاف شيء جديد يسمى الشباك الموحد سابقا كان يدرسها البلدية وكالأمور البيروقراطية والإجراءات كانت فيها تعطيل بزاف لماذا؟ لأنه كان قطاعات مشتركة من بينها الأشغال العمومية ملك الدولة سيال سونال غاز كل هذه القطاعات تشترك فيما يخص رخصة البناء لازم لما نمنح لك رخصة البناء ما يكون تحت رئاسة رئيس مجل الشعب البلدي وعندنا عون من كل مديري من المديريات القطاعات المشتركة ويتقدم المواطن به للبلدية لأنه المخول قانونا بمنح رخصة البناء لأنه لدينا مستويين ممكن تكون والي أو الوزارة أما الأمور العادية تطلق لها البلدية خاصة لدات الاستعمال السكني دائما يتقدم بها المواطن نعدمنا شباك الموحد لمتوفر في البلدية طيب أستاذ كديدي محمد هاني كم يستغرق وقت استخراج رخصة البناء هو لما يتم الإداع للملف لدى شباك الموحد في البلدية بعد استفاء الشروط القانونية للملف يتم تحويل الملف إلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران في ضرف 8 أيام والأجال القانونية لمنح الرخصة هي ما بين ثلاثة أشهر حتى الأربعة أشهر لحسب الطابع الأعقاري وطابع البناية التي يتم تشيدها تأقصى حد للبلدية ثلاثة أشهر هو الحد المخول قانونا لمنح رخصة البناء نعم أستاذ كديدي يعود إليك بعد قليل ربما أستاذ بن فطر نوردين نفس السؤال الذي طرحته الأستاذ كديدي محمد هاني أنتم في البلدية كم يستغرق وقت استخراج الرخصة نعم وكما تفضل الأستاذ هو كان إنشاء هذا الشباك الموحد على مستوى البلديات وهذا قاعد تجاه في إطار سهيل إجراءات حتى النقص في المدة لكي يكون المدة تكون أقل نعم وين يجتمعوا قاعدتك يجتمعوا قاعد كما قلوني السيرفيس كونسيرني باش يمدوا قاعد الآراء في نفس اليوم باش يكون جواب للمواطن يعني في أجل تكون يعني أجل قصيرة أما فيما يخص لا يعني استخراج رخصة البناء يعني تكلمت معك عن الوقت الوقت هو يعني كل بلدي هو كما قال الوقت القانوني هو ستين يوم لكن كل بلدي يعني تسعى باش يكون قانون هذا أقل من ستين يوم نعم نعم لك تحب يتكلم لك على مستوى البلدية اليوم رأنا نحقين كما هضرت فضل السيد رئيس المجل الشعبي البلدي وإن 15 اليوم نعطيه جواب سواء كان بالرفض والتحفظات نعطيه وإذا كان يعني بالقبول نعطيه أنه بالقبول نعم شكرا أستاذ بن فطن أردين أستاذ كديدي محمد هاني نتحدث عن الحالات التي يمنع فيها القانون منح رخصة البناء عفوا طيب ما هي هذه الحالات والله الحالات قيدها القانون ووضحها في التشريع الجزائري نعم خاصة ما أقرته المدى 69 من القانون 90 29 نعم يعني بصورة قطعية وفي حال تشييد بناية تمس بالتوراة الثقافي أو تشكل خطرا أو تهديدا على المحيط المجاور لها نعم وكذلك عندنا ما يسمى كذلك وقف الأشغال يعني تمنح رخصة نجي نوقف لك الأشغال إذا لاحظ يعني البنايات كانت مخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول به نعم بعد أن نعطيك رخصة بناية طابق بأرضين ونت تروح تفوت الأرضي بطابقين بعد أن تفوت الطابقين تروح يعني تزيد العلو يعني يعني يحجب أو المحيط المجاور هناك خلفت التشريع أو الرخصة المقدمة لك هنا يتم التقديم بطلب من أجل سحب هذه الرخصة أو وقف الأشغال المعمول بها أما فيما يخص الحالات التي يمنع منح الرخصة كليا يقولنا المناتق التي تكون فيها التراث الثقافي أو تاريخي وكذلك حتى الأراضي الزراعية وكذلك لما تكون فيه تشكل خطر على المحيط المجاور للعمران هذه الحالات التي يذكرها القانون يعني باختصار نعم شكرا جزيلا أستاذ كديدي محمد هاني تحدثت من الناحية القانونية أود إليك الأستاذ بن فطة نوردين نتحدث يعني من الناحية بما أن أنت نائب رئيس البلدية بلدية بشراح وأيضا مهندس معماري لما نتحدث عن رخص البناء الخاصة بالنسبة للورثة لمن تمنح رخص البناء في هذه النقطة فيما يخص الورثة رخصة البناء إذا كان تقدم على حساب طالب إذا كان تقدم ورثة فلان تخرج رخص البناء على اسم ورثة فلان إذا كان قاموا بالإجراءات قبل ما يتفضلوا للبلدية بشيطلبوا إجراءات قانونية أي يعني الفريضة وكذا يديروا موكل واحد على أساس هو الذي ينوب على هذه الجماعة هو كما يقول يمضي على طالب رخص البناء وتمنح له باسم الورثة لهذا السيد لهذا الشخص نعم نعم أستاذ أمين نفس السؤال في حالة ما إذا كان قدروا يديروا قاع الاسماء تاع قاع الورثة بإمكان بإمكان الفريضة التي عندهم يخرج أسماء الورثة في رخصة البناء نعم طيب أستاذ كديدي محمد هانين من الناحية القانونية نفس السؤال الذي طرحته لأستاذ بن فط نوردين يعني في حال تقديم الورثة لطالب رخصة البناء لمن تمنح في هذه الحالة الرخصة تمنح لطالب لمن يقوم بتقديم الطلب والموقع أسفله هنا نتكلم على الإجراءات قبل تقديم الطلب دايما يكون فيه تسويات ودية نتكلم يعني كمحامي أو كموثق يتكلم مع الورثة قال من أجل تسهيل الأمور الإدارية عينه موكل موكل يتقدم بالطلب للبلدية من أجل منح رخصة البناء أو رخصة الأشغال التي سوف تطلب هنا يعني العمل الرئيسي هو اللي يكون للموثق لمنحهم أصلا الفريضة أو دور المحامي اللي يموكل له ولا اللي يقايم على أعمالهم أو كبيرهم دايما نحن الرخصة تمنح للطالب الموقع أسفل الطلب هذه هذا القانون يحددها تحديدا بتا مطلقا أنه اللي يتقدم بالطلب لأنه ما يقدرش يتقدمه فرضا أنه الورثة عندنا عشرين عشرين واحد يوقع في الوثيقة هنا ما عنده لازم تبت الوثيقة كذا ما عنده راح يكون فيه إجراءات طول طول المدة من أجل استخراج رخصة البناء إذا من أجل سهل المهام دايما نحن تكلمه مع الورثة أنه يكون فيه واحد يوكلوه هو يقوم بهذا يباشر كل الأعمال وتخرج باسمه رخصة البناء وهو مشرف على هذه الأعمال ونحن أيضا يعني أردنا من خلال هذا البرنامج توضيح هذه النقطة بالضبط للمشاهد الكريم لأنه هناك بعض المشاهدين وبعض الناس أيضا لا يعرفون لمن كديدي محمد هاني نتحدث عن شروط تجديد رخصة البناء ما هي هذه الشروط شروط تجديد رخصة البناء هو القانون 0815 يقول لك لا تجدد رخصة البناء أما القانون 15 19 يقول لك تمنح ولكن ما هي الشروط لأنه قبل ما تكلم على الشروط تكلم على الأجان أنه رخصة البناء في القرار في القرار للرخصة تحدد الأجال أنها ثلث سنوات في بعض الحالات اللي متقدم بالطالب الرخصة وتمنح له الرخصة لا يقوم بالأعمال هنا تعتبر تبقى القانون إذا لم يباشر صاحب الرخصة بالعمل تلغى الرخصة بعد ثلث سنوات رخصة ملغية هذا يقدم ملف جديد كليا أما في بعض الحالات والقوة القاهرة مثلا أنه نقوم بالأعمال للبناء ارتفع سعر الحديد سعر الإسمنت الأسعار للمواد البناء في تعطل مرض كذا هذا الأمور هنا فيه شباك الموحد تبقى القانون 15-19 يتقدم بطلب تجديد ويدخل كل البيانات ويدخل الرقم الرخصة الأولى وبعد تدرس في شباك الموحد في كل القطاعات بدون يعني إعادة تجديد للطلب واللجنة هذا يشوفوا مراعاة الظروف لما خلتوش يكمل ويعطوه التجديد يجدد له في سنة أو سنتين للطلب بتاعه نعم إذن كما شرحت أستاذ كديدي محمد هاني هناك يعني حالات تمنح فيها أو يقوم المواطن فيها بتجديد رخصة البناء نعم شكرا لكم ما زلتم معنا في البرنامج والبرنامج ما زال متواصل أعود إليك بعد قليل الأستاذ بن فطن أستسمحك الآن إذن مشاهدين الكرام أذكركم دائما لكل انشغالاتكم واهتماماتكم واستفساراتكم ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة ونحن في خدمتكم دائما والآن فاصل قصير طوما نعود أهلا بكم مرة ثانية مشاهدين الكرام وأرحب أيضا بضيوفي في البرنامج بعد هذا الفاصل القصير أهلا وسهلا بكم ضيوفي مرة ثانية إذن نعود إليك الأستاذ بن فطن وردين نائب رئيس بلدية بشجرح ومهندس معمري كنت تود يعني أن نعم تفطل حبيت نزيد إضافة الأستاذ في ما يخص تجديد رخصة البناء وعلى شرط أن يكون مقدم طالب نعم يقدمه قبل نهاية أجال رخصة البناء اللولى اللي عنده لازم تكون لا تكونش متاهية صلاحية والا إذا كانت متاهية صلاحية راح يدير شغل طارق الله فيك يكون ميلف جديد باش المواطن يعرف أنه لازم يحطها في الأجال قبل نهاية ثلاث سنوات هذه داخل هذه الإضافة شكرا جزيلا على الإضافة الأستاذ بن فطنوردين إذن مشاهدين الكرام كما عودناكم دائما من خلال هذا البرنامج يعني النزول إلى الشارع لأخذ أسئلة المواطنين وأراء المواطنين حول موضوع عددنا لنهار اليوم وهو رخصة البناء إذن نتابع سويا أراء المواطنين بعدها نعود للإجابة على كل أرائهم وأسئلتهم أيضا تابعوا معنا ما هي شرط رخصة البناء؟ سؤال السؤال ألا وهو متعلق برخصة البناء متعلق بلا كونستريكسيون السؤال يقول ما هو الفرق بين رخصة البناء وشهاد ثبوت الساكن وهل يمكننا بشهاد ثبوت الساكن أن نبني بناء ما هي البنايات المعفية من رخصة البناء؟ رخصة البناء يعني هذه الرخصة البناء مرحلة عويصة بساعة رخصة البناء نسيب رخصة ولكن بين قوسين أصح الجاوب عندها علماء السلام جاء في الحديث النبي ساسم أول علم يرفع يوم القيام هو الميراد سيب عنده رخصة البناء ولكن الأرض مشيتها وتعفلان أحطح في لقتلة هذا أول علم يرفع هو علم الميراد أسئلة مهمة جدا طرحها المواطن في الشارع ونحن هنا للإجابة من خلال هذا البرنامج برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية وكما ذكرتكم مشاهدين الكرام أنا وضيوفي في البرنامج تحت خدمتكم دائما وأعود إليك الأستاذ محمد كديدي هاني رخص البناء تحدث عنها يعني سؤال مهم طرحه هو المواطن قال ما الفرق بين رخصة البناء وتبوت السكن شهادة تبوت السكن تمنح من طرف البلدية والسلطات المخولة لها المختصة تثبت أن الشخص يقطن أو يسكن في ذلك المكان هذه شهادة إدارية ليست رخصة بناء أو له الحق بالبناء أو القيام بتشهد بناء أو تشهد بالملكية المكان هذه شهادة ثبوت السكن أنك ساكن من أجل استخراج وثاق إدارية من أجل استخراج شهادة إقامة من أجل ملفات الإدارية من أجل عنوان ثابت للتواصل معك في هذا العنوان ثابت أو السكن ثابت لكن هذا ليست رخصة بناء رخصة بناء قرار يصدر من شباك الموحد من القطاعات المختلفة والمختصة للشخص ولها آجان وكذلك يجب أن تنشر في نشرة رسمية لدى البلدية ولحق لكل مواطن له علاقة بهذا العقار أن يذهب إلى البلدية من أجل الاستطلاع أو طلب التوضيح من أجل الوثائق الجغرافية والوثائق الإدارية أنه مونحت له رخصة بناء ما هي الطابقين ثلث طوابق أربع طوابق هل بواجهتين بواجهة واحدة هذه تسمى الوثائق الجغرافية التي تمنع للشخص وكذلك حتى الذي يمنح له رخصة البناء يشترط له القانون أن يضع لافتة مرئية أمام المواطنين حتى فيها مرجع الرخصة وطابع البناية وما طابقين أو ثلث طوابق حتى يستطيع لمن هو في الجوار أن يتقدم بتضلم لدى المصالح البلدية فيما يخص إذ كان هو متضرم في ذلك ونرجع دائما أن كلمة شهادة ثبوت سكن هي شهادة تمنح من البلدية لا غير ولا أكثر نعم أستاذ كديدي محمد هاني شكرا لك على الإجابة أعودي لك الأستاذ بن فطا نوردين نائب رئيس بلدية بشج الراح ومهندس معماري نفس السؤال الذي طرحه المواطن ربما لديك إضافة على ما قاله الأستاذ كديدي محمد هاني كما تفضل الأستاذ هي شهادة ثبوت أن الإنسان هدا راه يسكن هنا ما تعطيلوش حق الملكية نعم أما رخصة البناء رخصة البناء هو كما تكلمنا مقبيل أنه رخصة البناء لازم هذا الإنسان يكون عنده شهادة الملكية سواء كان عقد ملكية ولكن ما الوثائق اللي لازم نعم هذا عنده حق الملكية لكن شهادة شهادة تعطى من طرف رئيس بلدية للإنسان هدا باش يقدر يخرج به الوثائق اللازم مع الأمور الإدارية الملفات الإدارية سواء كان لازم يسجلهم في المدارس نعم أيضا مواطن آخر قال بالنسبة للبنايات ما هي البنايات المعنية من رخصة البناء كيف فش يعني كان طرح المواطن السؤال قال البنايات المعنية يعني ربما هناك القصد المواطن أنا الذي فهمت من السؤال هناك بنايات معنية من رخصة البناء يعني معفية معفية نعم هذا اللي فهمته من السؤال القانون وضح في المادة الخمسة لا يمكن تشييد أي بناية بدون رخصة بناء القانون 29 واضح في المادة أو 5 لا يمكن تشييد أي بناية ويمنع تشييد أي بناية إلا بتقديم رخصة بناء نعم لأن هنا هذا المواطن الذي سأل السؤال لا يعرف بأن كل بناية يجب أن تكون لديها رخصة بناء فشكرا لكم على التوضيح على هذه النقطة نعم تفضل يعني كما لا يوجد بناية معفية من رخصة بناء نعم نعم بنايات كما يعلم الجامعة بنايات مشاريع تعدولار نعم كما قلت لي سميز رخصة بناء عند الوالي عند وزير الساكن نعم كل بناية تشييد لازم مسجد وعنده رخصة لا لا ما كيش نعنده خاصة المسجد نعم إذن ونحن من خلال هذا البرنامج يعني نريد أن نوضح لكل المواطنين خاصة بأن هنا مواطن سأل قال يعني بنايات يعني ليست معنية برخصة البناء هو القصد تاعه على حسب لأنه نحن كننزل الأرض الواقع نعم نشوف أن البنايات شهيدة بدون رخصة فإذاك يذهب في دهن المواطن نعم أنه يمكن للمواطن أنه يبني بدون رخصة خاصة أنه كما تشوفنا في الروبرتاج نعم يقول لك باللي تقدمت بطلب عندي ثلاث سنوات واربع سنوات ما زال ما عطونيش ما زال ما عطونيش حتى الرد نعم بالرفض أو بالقبول نعم ما لم تمنح له الرخصة هذا اللي شرق قطعة الأرض يعني السؤال يقدر يقعد يستنى وينتظر هاد المدة كاملة نعم وما يبنيش إذن فالبلدية تغض البصر والمواطن بناء ومواطن آخر يقول لك أنه هذا معفي من الرخصة ولكنما لا يوجد بناية معفية من رخصة البناء نعم ونحن نعم تفضل أستاذ تفضل في السياق هو القانون واضح هذا الإنسان اللي يقول لك عندي ثلاث سنوات من اللي طلبت قدمت الطالب طالب هو الرد راح يكون سواء كان بوزيتيف ولا نيغاتيف نعم كين كين رد وفي الحالة ماذا كان إنسان هذا كما قلوا القانون تاني كراها شرح هذا الأمور أنه يتقدم بالطعن على مستوى الوالي المنتدب ولا مجل الوالي المنتدب كين طعن يقدر يدع على مستوى الولاية ولا على مستوى الوزارة الساكن حتى يقدر يروح لمحكمة الإدارية نعم هذا القانون هو يعطي له الحق في هذا الأمور نعم ذكرنا عنده ميلف يعني استوفيقائي تيك الشروط اللازمة لي قلنا تكلمنا عليها مقبل نعم عنده الحق باش يروح للطعن بارك الله فيك نزيد نمشي بك في سياح هذا من أجل توضيح المواطن كما قال لك المواطن في الروبرتاج أنه عندي ثلث سنوات قدمت الطالب وما زال لم أمنح له كذا نحن نقول له باللي الأجال القانونية الأجال القانونية علاش نقوله أنه لما تقدم طلب الملف الرخصة من خمس نسخ في البلدية يمنح لك وصل الإداء وصل الإداء هذا فيه تاريخ الإداء تاريخ الإداء نحن تاريخ الإداء من تاريخ الإداء عندهم ثمنيا يرفع الملف إلى مديرية الأملك العمران مديرية العمران والتعمير هنا عنده ثلاثة أشهر بعد ثلاثة أشهر عنده الحق يتقدم بالطعن ولا تظلم لدى الوالي المنتدب إقليمياً أو الولاية مديرية التعمير في الولاية أو وزارة السكن عنده ثلث درجات وكل الأبواب مفتوحة تقدم بالتظلم وتاعك والطعن تاعك لدى هذه الهائيات ورح يرجع لك أكيد ما يطولوش يرجع لك يتقدم طالب وإحنا السكوت على الحق كما الحق له نعم فإذا عندك حقوق تاعك ما تسكوتش عليها يا أيها المواطن نعم وأنت تنصح المواطن أنه لا يسكت على حقوقه وهي أنه نصيحة مهمة جداً أستاذ كديدي محمد هاني نعود أستاذة لنقاش الموضوع لحلقتنا لنهار اليوم وهو أيضاً رخصة البناء أود إليك أستاذ بن فطنور الدين هناك ربما أنتم في البلدية يعني يشتكي هناك العديد من المواطنين من رخصة البناء طيب في هذا النقطة البعض لما يشتكي من طول منح رخصة البناء ما هو السبب في هذا طول المدة يعني؟ نحن كما تكلمنا إذا كان ملف الإنسان هذا المواطن يستكمل يستوفق على الشروط وكذا نعم كان هذا يسمى الشباك الموحد يفوق هذا الملف إذا كان يشتكي من طول المدة نعم ربما يكون عنده تحفظات تحفظات لازم كما نقوله هنا ثانياً ممكن إذا كان ملف رخصة البناء فيها كما نقوله الحماية المدنية ولا حتى الغاز هادو اللي مراهومش كما قوله في الغيشة إينيك مهمش في الغيشة إينيك سوف في بلدية باش تعاوى تتاصل بهدوما ممكن هذا يشد وقت باش تبعث مثال الحماية المدنية باش تعطيك لا فتاحة ولا تبعث ثانياً في هذه الحالات ولا حالة التحفظات هذا الزوج اللي ممكن يكون يقدر يطول له شوية نعم أستاذ كريدي محمد هل إضافة؟ لا توجد إضافة في هذه النقطة ولكنما كلمة أن تكون إطالة نحن دائما نتكلم أن القانون وضع أجهال قانونية لكل الإرساليات عند إرسالية في ضرف أسبوع وضرف 15 يوم ما كيشة رد نعتبر الإجابة نعتبر أن الأمر مقبول نعم فإذلك نحن دائما نقول أن المواطن الذي يحط طلبه يتبع طلبه، مش هو يرقد ويستنى أنه يجي البلدية تبطبله على الباب وتخل له عركة شاف باللي كانت طولة تفرد ولا لا؟ يتقرب من مزارة بلدية، يستفسر عن ملفه وقال وراء الإشكال إذا كان في الحماية المدنية يتقرب من الحماية المدنية إذا كان عند مدير التشغال العمومية يتقرب من مدير التشغال العمومية من أجل رفع هذه الاحترازات وبعده يعطل له لرفصة بناءه، مش يقوم بالبناءه مش هو يقدم الطالب، بعده يروح يرقد يستنى أن يجي تبطبله في الباب يقول له تفضل أخي يخذ الرخصتاك نعم طيب أستاذ سؤال آخر هل تختلف رخصة البناء بين البناء الفردي والترقية العقارية وبناء مصنع أو قاعدة جديدة؟ هنا الاختلاف موجود من حيث الرسوم لأنه ما يخفاش أنه كل رخصة بناء عليها رسوم إذا نحن عندنا بناية دات الاستعمال السكني الرسوم تحت تكون منخفضة مقارنة بما يخص الرسوم دات الاستعمال التجاري أو الصناعي هذا الاختلاف تقريبا اللي نشوفه هنا موجود من ناحية كذلك بعض القيود فيما يخص الدات الطابع الصناعي خاصة من الصناعي إنه تكون في منطقة صناعية ولا هاد الصناعة لازموا يكون عنده المقرر من مديرية البيئة هل سكون يلوت ما يلوتش البيئة هل سكون يقدم أضرار ما عندوش أضرار هنا عنده رخص لازم يجيبهم ترخيصات من عند بعض المديريات بش يحطها ضمن الملف طالب رخصة البناء أو تشييد المصنع أو تشييد المركز التجاري تعه في بعكس النظر لطلب الملفات السكنية الرسم تحتهم يكون ضعيف والملفتحهم يألمهم أنه يتبث ملكية الشيء أو حيازاتهم لذلك الشيء ويتقدم بالطالب بتاعه ما عندوش قيود كبيرة كما نلقوها على البنايات ذات الطابع التجاري أو ذات الطابع الصناعي يعني تختلف تختلف نعم شكرا أستاذ أعود إليك أستاذ بن فطة نوردين نتحدث هنا في هذا الشق عن انشغالات المواطنين أيضا بخصوص رخصة البناء ربما أنت نائب رئيس بلدية بشرح يعني يوميا هناك انشغالات للمواطن بالنسبة لهذا الموضوع وهي رخصة البناء يعني ما هي أهم الانشغالات التي تواجهونها يوميا احنا كما يعلم الجامعة أنه كما نعرف أن كل منطقة نعم كل منطقة عندها بما يسمى كيف يقولون كيف يقولون كل منطقة عندها قال هنا نقدروا نبني طابق أرضي زائد طابقين كاينوين تقدر تبني خمس طوابق كاينوين كما يقولون الحساب الأرض تاعو عندو كما يقولون كويفيسيون قال كي شديش ميتع ستين بالمياه من الأرض تاعو نعم كان انشغالات كبيرة تعى مواطن هو أنه يقول لك أنا عندي أرض تاعي فيها مثال مية وخمسين ولا ميتين مترا نبني ميتين مترا ونقدر نطلع كيما نحب هادي هو ما المشاكل اللي نتلقاوه معه احنا بعد قال عندك المكان اللي يراك فيه تقدر تروح زي ما كما نقوله الطابق أرضي زائد طلين ما تقدرش فوق هاد شي طيب هنا يدفوا يكون الفهم على المواطنين هذا هو المشكل اللي نتلقاوه يعني طيب أستاذ ولما تلقاو يعني مثل هذا النوع من المشاكل كيف تتعاملون مع المواطن تتعامل مع المواطن بقوة القانون القانون يعطيلك كما نقوله ار بليس دو تدي ار بليس دو هو كاين وين قلتلك يعني كي قتلي عن انشغالات المواطنين نعم هذي يلي كاين وين فيما يخص السؤال اللي قبله كاين اللي عنده مثال أرض كما نقوله في في منطقة حضارية لازم يبني ساكن ما عنده مش حق يبني كما نقوله احنا حاجة اندستريال ولا نعم طبعا هذي شيء على انه المواطن يقولك انا عندي عقدة ملكية ندروش نهب دفوع يعني نحكي على البلدية مدام تسألتين يعني على البلدية هو صح عندك عقدة ملكية بصح هذه المنطقة تسمح لك في هذا المكان باش تبني ار بليس دو تبني ار بليس دو تسمح لك باش توقيب سوصانة بورسان توقيب سوصانة بورسان هذا هو يعني يعني كما قوله احنا يطبق لي راجل ديربانيز نعم يجب تطبيق كل القوانين ايضا ليس كذلك أستاذ كذلك؟ نعم اكيد من اللي يمترون القانون دايما نكون في النور والله واضح نعم أستاذة اذا مازلتم معنا في البرنامج والبرنامج مازال متواصل اذا مشاهدين الكرام اذكركم دائما لكل انشغالاتكم واستفسالاتكم واهتماماتكم ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الارقام الظاهرة اسفل الشاشة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن في خدمتكم دائما والان ادعوكم وادعو ايضا ضيوفي في البرنامج لمتابعة ركن استشارات قانونية حول موضوع عددنا لنهار اليوم رخصة البناء ثم نعود اهلا بكم مشاهدين الكرام الى ركن استشارات قانونية من برنامج العقار موضوعنا لهذا الاسبوع هو رخصة البناء ولمعالجة هذا الموضوع اسعد باستضافة الاستاذ ابراهيم بهلولي محامي معتمد لدى المحكمة العلياء ومجلس الدولة اهلا بك استاذ بهلولي معنا اهلا بكم مساء الخير مرحبا استاذ بهلولي حدثنا مشاهدين ان موضوعنا لهذا الاسبوع هو رخصة البناء كسؤال اول ما هي مدة صلاحية رخصة البناء استاذ اذا اردنا التحدث عن مدة صلاحية رخصة البناء هذه المدة حددها القانون يعني مدة حددها القانون بثلاث سنوات اذا تمكن طالب الرخصة او من تحصى على الرخصة تمكن من انهاء عملية البناء خلال ثلاث سنوات فالاشكال هنا لا يطرح اما اذا تجاوز بمعنى انه انهى او توصل انهى مدة ثلاث سنوات ولكنه او نقول بان المدة انتهت المدة ولكنه لم يونه البناء او ان الاشغال لم تنتهي في هذه الحالة يمكن لمن تحصل على الرخصة ان يطلب تجديد هذه الرخصة من اجل اكمال الاشغال او من اجل اتمام البناء لكن هنا طلب تجديد رخصة البناء يجب كذلك ان يخضع الى المعايير والمقاييس القانونية وفقا لما جاء به قانون البناء والتعمير او وفقا لما جاء به المرسوم 15-19 بمعنى انه لا يكون هناك تعديل لا يكون هناك تعديل لانه اذا حدث تعديل وفقا لا يتماشى والرخصة الاولى لان الرخصة الاولى سلمت وفق شروط ومعايير معينة اذا اراد الشخص من ناحية اخرى او اذا ثبت له او اراد ان يعدله في البناء يجب ان يتقدم بطالب تعديل وتسلم في هذه الحالة رخصة بناء تعديلية بمعنى خرجت عن العطار الذي قدمت به في الملف الاولى وبالتالي نحن نقوله رخصة البناء ككل وفقا للقانون محددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد رخصة البناء اذا اقول تلغى رخصة البناء اذا كانت الاشغال كانت الاشغال نقول بان رخصة البناء تسلم للشخص من اجل بناء نقوله مسكن فردي والله جماعي والله يعني مهم انه يتعلق باشغال ما رخصة البناء في هذه الحالة اذا سلمت في غير مواضع قانونية او بمعنى خرجت على النصو او ثبت بانها سلمت لم تسلم وفقا للشروط المقررة قانونا بمعنى انه المرسوم حدد شروط حدد يعني كيفية الحصول لانه المرسوم يعطيك الكيفية منذ ايدي طالب الحصول على رخصة البناء الى غاية الى غاية التحقيق الهدف المرجو منها هنا رخصة البناء اذا ثبت بانها لم تسلم وفقا للمعايير القانونية اذا صاحب البناء او من تحصل على الرخصة لم يحترم لم يحترم وخرج هنا خرج على النصوص يعني يعني خرج على ما هو مقرر في تلك الرخصة هنا قد الامر هنا يمكن للجهة المانحة للرخصة اللي هي البلدية عن طريق مصلحة البناء والتعمير يمكن لها ان تتدخل في حدود قد تأمر يعني تثبت مخالفة تثبت المخالفة يعني وتلزم صاحب الرخصة بالتهديم والله باحترام 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 القانون بمعنى انه وفقا يجب ان يحترم الشروط الوالدة او ما هو محدد في تلك الرخصة اذا اذا خرجت الرخصة او نقول في يعني اذا انجزت اذا تم اعدادها اه خارج الاطار القانوني خارج المرسوم خارج المعايير والكيفيات التي حددت تسليم الرخصة هنا يمكن الغاؤها يمكن للجهة للجهة التي اه قل الجهة التي اه اصدرتها او حررتها او انجزتها كما يمكن لأي متضرر لأي متضرر على غرار ما يحدث بين الجران يثبت بان رخصة البناء لم تسلم وفق المعايير وبالتالي ستكون مرحة عرضة للطعن امام القضاء الاداري وهنا يتدخل القضاء الاداري من اجل الغاء رخصة البناء هنا القرار القاضي الاداري سيراقب مدى مشروعية قرار اه رخصة البناء او قرار تسليم رخصة البناء يعني مدى توافر عنصر المشروعية هل القاضي اهل الرخصة او الادارة سلمت هذه الرخصة وفقا لمعايير وفقا للكيفيات المحددة في المرسوم ام لا اذا ثبت اذا ثبت اه احترام احترام القانون احترام النص هناك ربما الدعوة او القاضي سيرفض الدعوة واذا ثبت له بان القرار مشوب بعيب من عيوب القرار الاداري وعدم توفر مشروعية القرار فهنا يمكن للقاضي الاداري ان يلغيها عن طريق القرار من قوله من احقيته او من حقه انه يبني يعني ويشير بالطريقة التي يراها مناسبة ولكن يجب مراعاة محتوى محتوى هذه الرخصة يعني ان لا يخرج لانه لا لانه الرخصة تمت الموافقة عليها بناء بعد ما او المخططات المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة بمعنى ما لازمش يخرج تبقى الرخصة اذا مست اذا مست يعني من ما نقول الرخصة يعني راح نتكلموه لا الاشغال يعني اثناء سريل الاشغال او قيام صاحب الرخصة بالاشغال ويخرج على الايطار القانوني قد الايطار القانوني قد يمس بجاره قد يعني تعدى حدود ما تم النص عليه في الرخصة في حد ذاتها اذا هنا نقول بانه رخصة البناء ستكون عرضة لي او يعني يعني للطعن من طرف احد الجيران اذا تماد صاحب الرخصة في الخروج يعني في البناء والخارج على ما هو مقرر قانونا لانه يجب كذلك التنويه الى اه نحن ندخل في مرحلة اخرى في حالة ما اذا الخروج على هذه الرخصة او الاحكام الرخصة راح يمس بمظارها راح يمس بالجبجار وهنا ندخل في مظار الجوار المألوفة استاذ بما ان هناك اه شباك موحد من اجل تسليم رخصة البناء اه هل هناك جهة مسؤولة عن استقبال الطعون فقط بطبيعة الحال اولا اولا هذه الرخصة تعتبر هي في الاصل هي قرار اداري الشباك الموحد يصدروا هذا القرار هذا القرار اذا لم يكن اذا كان قرار رفض يعني نقول ورفض ارافض الجهة المختاه الجهة ارافض الشباك الموحد تسليم تسليم رخص البناء او تسليم قرار هذا القرار اه طالب الرخصة طالب الرخصة البناء يمكنه ان يطعن كمرحة اولى امام الجهة الواصية الجهة التي تعلو البلدية يطعن مباشرة امام الولاية القالون اعطاه حق الطعن طعن كنقولك طعن اولي يطعن امام الولاية كما اعطاه طعنا ثاني امكاني في الطعن ثاني امام الوزارة الوزارة يعني اللي تضمن دائما هي اللي نقوله الوزارة الواصية الآجال نكمل لك في الآجال حدد هذا الآجال يعني أنه الآجال في خلال 15 يوما من تاريخ إداع الطعن الولاية الجوب إذا ما كانش يمشي للجهة الوصيل الجهة الوصيل هي يمشي للوزارة إذا طعنا في قرار الرفض هنا الوزارة ملزمة بالرد في خلال أجل 15 يوما إذا كان هناك الرفض يمكن للمتقاضي أو يمكن لطعن لصاحب الرخصة أقوله ليس صاحب الرخصة ولكن لمن رفض طلبه للحصول على الرخصة هنا في هذا كآخر مرحلة يلجأ إلى القضاء طيب أستاذ هل ممكن أن تشرح للناس متى نحتاجه إلى رخصة هل أنه كي نبني في الريف ولا في مكان بعيد عن المدينة لازم أن ينتحصل على رخصة أو فقط في المدينة وفي أماكن الكبرى أولا هناك مناطق رخصة البناء يجب أن تقدمها لما الإنسان يريد البناء يجب أن يختار المكان الذي يشيد فيه منزله أو يقوم فيه بالأشغال لماذا؟ لأن ليست كل الأماكن قابلة للأشغال يعني قابلة لتشجيل بناء لا ننسى بأنه دائما هناك قانون قانون البناء والتعمير يعني للمنظمة هناك قوانين خاصة في هذا المجال يعني حتى قوانين يتحددنا المكان لأنه الحيز الذي يشيد فيه ما ننسى بي لأنه كان مخططات البلدية مخططات عمرانية إذن يجب احترامها لأنه إذا أراد كل شخص أن يبني وفق هواه ووفق إرادته وبالمكان الذي يريده إذن هنا سنصطدم بالبوس وبالمخططات التوجيه العمراني مخططات التوجيه العمراني نقول البوس ونقول الأماكن قد نشيد فيها منازل وسكنات وفي يوم ما بهذا المكان محدد فيه طريق محدد فيه مثلا هو موضع لمستشفى أو سيستغل مستقبلا في لبناء مستشفى إذن نحتاج إلى البناء ولكن في الأماكن التي تكون قابلة للبناء والقابلة لاستقبال يعني نقوله المجال العمراني لأنه هناك كأماكن على غيرار الأماكن الريفية والزراعية التي كذلك يحضروا فيها البناء هناك أماكن حتى الجيوب بعض الجيوب العقارية الموجودة في المدينة يحضروا فيها البناء أعطيك مثلا لأنها تتعلق ربما بحماية من أجل قد يكون هناك مخطط أقول مجال أمني لشركة وللا لثاكانة أو لمؤسسة عمومية إذن يجب احترام المحيط الأمني يعني لا نبني في الأماكن التي تكون فيها محيط أمني الأماكن التي تكون ربما تحت أسلاك ولا يكون تحتها يمر تحتها قنوات الصرف الصحي ذات القطر الكبير وكذلك بالنسبة لأن هناك أماكن يحضروا فيها البناء مهما كنت مالك أو مؤجر أو ومستأجر عفوة طيب أستاذ إبراهيم بهلولي محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة شكرا لك أستاذ على كل هذه المعلومات القيمة مارك الله وفيكم شكرا لك إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية ركن استشارات قانونية إلى اللقاء إذن تبعنا ركن استشارات قانونية حول موضوع عددنا لنهار اليوم وهو رخصة البناء الذي نتطرق إليه لكم أنتم مشاهدين الكرام من خلال هذا البرنامج برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية والآن أذكركم لكل إعلاناتكم حول العقارات أو عقاراتكم بصفة عامة ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونحن في خدمتكم كما عودناكم دائما من خلال هذا البرنامج برنامج العقار الذي تتابعونه عبر قناة الوطنية ونحن أوفياء لكم دائما مشاهدين الكرام والآن قبل الختام أعود إليك الأستاذ كديدي محمد هاني أستاذ في القانون أستاذ هنا ربما قبل الختام كلمة أخيرة كلمة أخيرة دائما توجه المواطن أنه ما ضاع حق وراءه طالب عندك حق في الرخصة البناء كنت تقدم بالطالب بتاعك كان أجال قانونية تتبع الملف تاعك إلى آخر دقيقة وما ترقدش وتقعد دائما تثوم في الإدارة أو البلدية أو الولاية أو كذا بدل أن تلعن الظلام أقول لك يكفيك أن تشعر شمع نعم شكرا جزيلا لك أستاذ كديدي محمد هاني أعود إليك الأستاذ بن فطن وردين نائب رئيس بلدية بشج الراح ومهندس معمري كلمة أخيرة كلمة أخيرة فيما يخصها رخص البناء نعم ليعلم المواطن أنه حقه رخصة البناء من حقه أنه يأخذ رخص البناء البلدية وين عنده الأرض ملكية تاو لكن أنا ننصح المواطن هذا قبل ما يتوجه البلدية يتوجه إلى مكتب دراسات يدير ما يلف كما يقوله يستوفق على الشروط اللي كان في القانون حتى يعني البلدية ما تتعبش وهو ما يتعبش هذا هي نعم إذن الأستاذ بن فطر نوردين نائب رئيس بلدية بشجراح ومهندس معمري شكرا جزيلا لك على كل المعلومات التي قدمتها لنا في البرنامج شكرا العفو وأعودي إليك الأستاذ كديدي محمد هاني أستاذ في قانون الإدارة والمالية شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لنا وعلى تواجدك أيضا معنا في البرنامج شكرا وبرك الله فيكم وشكرا موصولك لكل مشاهدي ومتتبعي قناة الوطنية شكرا لكم أنتم مرة ثانية على إثرائكم لهذا البرنامج والآن مشاهدين الكرام قبل الختام أشكر كل الفريق التقني العامل معنا في هذا البرنامج وأشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام ما بقي لي أنا أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه إلى العدد المقبل بإذن الله إلى اللقاء شكرا